موسيقى وبرغم كل الاحتجاجات والمطالبات بتغيير وحتى إلغاء قانون القومية ورفع المطالب إلا أن هناك أصوات تفاؤل تدعو لأن الشعب الفلسطيني قادر أن يتحدى هذا القانون هذه الأصوات وجدناها من خلال المقال الذي سنعرضها عليكم اليوم والذي نشره في موقع العرب بكلام أيمن عودي حول قانون القومية قانون القومية لا ننكفئ ولا نتقهقر بل نتقدم ونتحدى بقلم أيمن عودي منذ قامت على أنقاض شعبنا قبل سبعين عاماً فشل قادة الحركة السهيونية برمتها في أن تكون إسرائيل ديمقراطية وفشلوا في أن تكون يهودية منذ بقينا في وطننا وإلى اليوم الذي بلغنا به مليون ونصف عربي فلسطيني يأتي قانون القومية ليأخذ التناقض البنيوي في تعريف دولة يهودية وديمقراطية إلى مصاف الشرخ لهذا فالخيار بين الاثنين واضح وهو الدولة اليهودية وهكذا كان في النكبة والحكم العسكري وهكذا هو اليوم وفقد دولة مأزومة غير واثقة بمشروعها تعيد إثبات هويتها ثلاث سبعين سنة وهوية سكانها عبر مشاريع بناء الأمة وبوثقة الإنسهار ونفي المنفي لم يحاول وحكام إسرائيل مر بناء بواطنات مشتركة متساوية وإنما مسعاهم القومي في تشييد دولة التفوق العرقي وبناء الشعب والدولة التي لم تقم لنا وإنما علينا قام اتجاهنا بمشروع عكسي تماما وهو هدم الشعب والمن بقوا فقد حاولوا بناء شخصيتين العرب الإسرائيلي وهو المخلوق الهاجين المولود في العام 1948 ولا جذور له قبلها والنهج التاريخ الثاني هو جعلنا حطابين وسقاط ماء وفق تصور لبراني مستشار بن جونيون الانتخابات الأخيرة للكناسة كانت فارقة فليس فقط أننا بنينا خائمة مشتركة وحدوية ردا على مؤامرة رفع نسبة الحسم ووصلنا إلى 13 مقعدا ولأبالغ إن كلت أن أكثر اللحظات عاطفة بالنسبة لي هي وقوف الناس أفواجا عند صندق الاقتراع عامل البناء وعامل هايتك وعامل الشورمة الطبيبة والمهندسة والفنانة وربات المنزل كل الناس وهي تصوت بانتماء واو ضاد عين ميم كل هذا الانتماء بعد سبعة عقود من محاولات تشويه الانتماء الوطني وزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد نحن أبناء الحطابين وسقاط الماء تجاوز طلابنا الجامعيون نسبتنا السكانية بل وصلت نسبتنا في معهد تخنيون العلمي الرفيع إلى 23% و35 من الطالبات عموما هن طالبات عربيات أطباءنا يملؤون المستشفيات وتدرجون في المواقع كنا كالأيتام على موائد اللئام وما زال اللئام حكام إسرائيل وأساطين السهيونية لئاما وعنصريين ولكننا لم نعد أيتام فهل عنصريتهم جديدة علينا؟ هل كنا قبل القانون مواطنين متساوين حقا؟ هل كانت لغتنا لغة رسمية حقا؟ هل أقامت لنا الدولة بلدة عربية واحدة طيلة هذه العقود؟ ما حدث هو أن رئيس حكومة إسرائيل المأزوم أماط اللثام عن العنصرية بكامل عربها وقباحتها فهل نقنط من نضالنا في وطننا؟ قانون القومية هو جزء من صفقة القرن التي تريد حق تقرير المصير فقط للشعب أو لليهود على أرض إسرائيل وهو جزء من ساعي نتنياه للسيطرة على مقاليد الدولة العميقة من قوانين المحكمة العليا وسائل المحاكم وسائل الإعلام وغيرها ولكنها أيضا ردت فعل على تعاظم قوتنا كما أشرت أعلى إنها الفاشية الكلاسيكية التي كانت من مجمل أسباب عدائها لليهود في عشرينيات القرن الماضي تعاظم قوتهم ودورهم في الحيز العام لسنا المأزومين وهم المأزومون أما نحن الذين لم نطفي أمس في حفنة ماء ولا نغرق الساعة في حفنة ماء فعلينا التصدي لهذا القانون بثقة أهل الوطن وثقة الذي يحرز إنجازات راكمية بالغة العمق بثقة من سيعزز وحدته ويطرح بديلا ديمقراطيا وأخلاقيا وسيمتصر إذا المشاهدين كان هذا مقالة نشر بقلام رئيس القائمة المشتركة نائب عدو الكنيسة إيمان عودي وللحديث عن قانون القومية تدعوياته وإسقاطاته أستضيف معي بروفرسور أسعد غانم أهلا بك بروفرسور أسعد أهلا أهلا نحن نعيش في حالة عينات سياسي من كبر لرئيس الحكومة بي بي نتنياهو في تطبيق هذا القانون وهناك لجوء إلى مواثق دولية والتحالف قانوني الدولي هل هذا هناك سيجدي نفعا أن نتوجه إلى التحالف الدولي أم ستبقى القضية قضية داخلية وحالة داخلية؟ لا طبعا يعني هناك واضح تماما أنه هناك الأقل منذ بأتقال عشر سنوات أو أكثر هناك تفعيد كبير لدى اليمين الإسرائيلي فيما يخص حل القضية الفلسطينية وفيما يخصنا نحن الفلسطينيين في الداخل وهذا الأمر طبعا قد يكون له علاقة في نشر التصور المستقبل عام 2006 فاليمين الإسرائيلي والإعصال حتى كان قام بالتطبيق والتزمير لمسألة أنه نحن قلنا بميجب أن تكون دولة إسرائيل دولة مساواة في أشعبان في هناك مجموعتان قوميتان لكن هذا تم رفضه وبالتالي كانت هناك إجراءات كثيرة برأي الأكثر على الأرض نحن الآن نتحدث عن حوالي 900 بلدي يهودي لا يمكن للعرب أن يسكنوا فيها هذا الإجراء الذي الآن نتحدث عن القانون على أرض الواقع تم تطبيقه اللغة العربية تم الآن إجراءة شأنها في القانون لكن من الضغة العربية مهانية منذ 1848 وتأتي بهادتها يوميا في الجامعات وفي المؤسسات العامة وفي الطرق وفي طبع التلفزيون والرادو الإسرائيلي والمجراء لذلك درأيي الدولة اليهودية الاعتقاد بأنها أقيمت الآن هذا غير صحيح الدولة اليهودية أقيمت عبد 1948 وتمارس نعرسة التصير العرقي والتمييز والإجراءات التي منعت اللاجئين والآن وسعت تاريخيا إلى إقراض القوانين التي تم وضعها على أغبة الاستعداد من أجل مواجهة أي خطر لتحويلها إلى دولة مواطنين وكتبت كتب والدراسات ولذلك باعتقادي جزء من النقاش الحالي يعني هو قد يكون متأخر على فكرة الجامعات تنالك نقاش قوي منذ حوالي ثلاثة عقود حول هذا الموضوع هلأ دمزل سؤالك يعني إحنا المجتمع الفلسطيني نقول وكما استمعت إلى التقرير أنه المجتمع الإسرائيلي وهذا ربما أخذ من مقال الأستاذ أيمن عود أنه المجتمع الإسرائيلي مأزوء طيب ومجتمع الإسرائيلي مأزوء نحن نعرف لكن نحن برأيي إلى حد كبير هناك أزمة داخلية لذينك فلسطينيا بعد أن يعني فلسطينيين في الداخل وفلسطينيين على مستوى الشعب الفلسطيني وهنا نبرك الوضع الفلسطيني العام والآن لدينا هناك طبعا أصوات تقول يجب أن نغير أداءنا السياسي داخريا وخارجيا طبعا هذه الأصوات قوية منذ 148 لكن قويت في السنوات الأخيرة ليه؟ عندما ذكرتم في تقريركم هناك مجتمعنا الفلسطيني بالداخل هو قوي أنا أقول ويعتقد البعض بني أمزح بهذا الأمر المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل نسبيا لعدده السكان هو أقوى مجموعة عرابية في العالم نحن مليون ومتين أو مليون ونصف يعني من مواطنين لولة إسرائيل لدينا قوة إنسانية وبشرية وتعليمية والشباب كما ذكرتم وصبايا في الجامعة يجب أن نترجم هذه القوة الكاملة إلى قوة فعلية ولذلك المستوى الداخلي بناء القوة الذاتية وانتخاب لجهة المتابعة وأن تكون القائمة المشتركة قائمة حقيقية وليس قائمة تركيبة مقاعد وأن تدرس تجلس للإدراسة معك ومعي ومع المثقفين والأكاديميين قبل ما تخرج في صوتها بالنسبة للقانون القومي أو أي قانون آخر هذا واجبها أولا ثانيا المستوى الدوري في العالم على الأقل منذ الأقتين الأخيرين لا يوجد شيء غير مدول يعني عندما تكتبي أنت في بيتك أو ابني أو بنتي بيتك في البيت على الفيسبوك بالإنجليز يتحول ما قاله إلى فعل مدول لذلك يجب أن لا نخاف من أن ندود القضية يجب أن نكون لدينا موقف واضح يبدأ بوضع برنامج عمل على المستوى الدولي وضع وثيقة ننشرها للعالم والمؤسسات العالم والمتحدة والسفارات والبرلمانات العالمية ونرفضها بدعة حقيقية من أعضاء الكنيسك والقيادات الأكاديمية إلى العالم لإسماع العالم صوتها وأن لا نخاف من تهديد إسرائيل بأنه أنت يعني بالدول القضايا برأيي إسرائيل اليمين الإسرائيلي على فكرة هو يمين جديد وليس اليمين التقليدي وهو يمين مدول يعني هو يمين يأخذ أفكاره من الأفكار الفاشية في أوروبا لذلك نحن بدون خجل يجب أن نسع إلى وضع برنامج طويل الأمد يعمل على تراكم التجرب وتراكم البناهضة للتفوق العرق في إسرائيل وأعني داخليا في بنانا الداخلية وخارجيا أول أمس بمبادر في أنا والأستاذ بكر عوادي والأستاذ ودي عوادي دعينا حوالي ثلاثين متقصة جلسنا في جمعية الجليل هناك عشرات الأفكار التي ممكن العمل عليها لو القيادة العربية هنا لدينا بالداخل تستمع إلينا هناك يعني إمكانيات كبيرة لأن نكون جزء من هذا الحراق ولا يكتفي فلان أو علام من قد سياسية من كتابة مقال أو الحضور أو يعني تمزيق القانون القومية في الكنيسة هذا مهم المهم أكثر هو أن نعمل على درمجة عمل سياسي طويل الأمد وأن نكون واضحين يعني أنا والآخرين عندما نقول يجب تحسين أداءنا السياسي الجماعي ليس لأننا نريد أعضاء كنيسة لأنه من غارة على شعبنا ونريد أن يتحول شعبنا من قوة كيفية على أرض الواقع إلى قوة منظمة على مستوى الملخب والقيادة نعم وأيضا الكنيسة ليست الساحة الوحيدة لأنها ساحة النظر هناك ساحات أخرى أكاديمية مثل تفضل يعني لا يمكن اعتباء أصلا الكنيسة على فكرة ولا مرة للأقليات المضطهدة تكون هي الساحة الوحيدة ولا مرة أصلا بالكنيسة يعني إحنا 13 ولو وصلنا 20 وخل في 20 مقعد نبقين ما يكون تحالف أوتوماتيكي ضدنا إذن الكنيسة هي مهمة مهم أن نسمع صوتنا بالكنيسة لكن مهم أن نسعى إلى أن نتواصل مع شعبنا على أرض الواقع وهذا ما فعلته على فكرة الجبهة الديمقراطية تبيئ زياد ويميل حبيب المستمعنا في القرن الماضي وستمعنا في القرن الماضي توجهوا إلى شعبهم ونظموه وعندما وهذا يترجب منظمة التحرير عندما نظمت الشعب الفلسطيني في الطفل الغربي تحت الاحتلال حتى 1987 قام بالانتفاضة الكبرى لذلك تنظيم الشعب على أرض الواقع وعن فكرة كان مثلا قبل أسبوعين نقاش في الكنيسة الإسرائيل يوم مطول عن مكافحة العنف يعمي الكنيسة الإسرائيل نقول للخيرات السياسية وأنا قلته على مباشرة الأخي منعودي الكنيسة الإسرائيل لا تحذر خطط من أجل مكافحة الإسرائيل في المسلامة العربية تحذر خطط من أجل التساقم العنف في القرن العربية تعالوا إحنا في الناصر في شفعمر في سخنين نجلس ونضع خطة متكاملة وتعرضها في الكنيسة لكن طبعا أنت تعرفي وأنا أعرف أن هناك حالي من الشردم السياسية والشردم ربما الشخصية أكثر من الشردم السياسية يجب أن تكون هذه المنسبة يعني ضق جرس لنا لنخذنا لقياداتنا السياسية تعالوا نتنظم أنا كتبت اليوم مقال عن قول عن قضية الدروز يعني اليسار الإسرائيلي أو إسرائيل مدنيه وحتى تقول براجع النص القانون على ضوء المقام وفيه الدروز البعض يعتقد أنه النجاح الدروز بين أسين طبعا هو بسبب أنه هم يخذوا بالجيش وحلف الدم هذا لا مش مظبوط الدروز عند المشاكل في الأرض وفي المجتمعنا الدروز عملوا عمل منظم وناجحوا في ذلك هل أنتعلم من السجنة وأنا وقليلة نعم ربما أسعد غاني بشكل خاص وضعية الدروز وتعاملهم مع القانون والشعور بأنهم يتردون من البلاد أو التعامل معهم بإضطهاد كيف تلخص لنا وضعية الدروز خاصة وأنهم طالبوا بإعقاد جلسة مع رئيس الحكومة وأيضا الشيخ مفاك تاريف الرئيس الروحي للطائف العربية الدروزية التقى ببيناتنياهو كيف تلخص مطالب الطائف العربية الدروزية نحن نعرف تماما أن الدروز تعرضوا إلى عملية ونعرف أنه فيه نقطة كثيرة عند الدروز لها خطات مختلفة عن باقي المجتمع الفلسطيني بالداخل العربي لكن أنا عتبي على قيادة المتابعة عندما جلسوا لنقاش ما هو ردنا على قانون قومي تم بين أسين طبعا استثناء الإخوة الدروز ممكن بعض خطاب الإخوة الدروز لا يعجبنا أو لا يعجب غالبيتنا لكن لا يمكن أنه نستثني جزء منهم من شعبنا ونقضل فيه إلى أحضان بن يميننا تنيعه بدل هذا الخطاب حلف الدم والتجميل وهاي كان ممكن الدروز يكون جزء من خطابنا المبني على مبادئ وقيم أساسية تدعى إلى المساواة الآن أنت بيقول لي البعض برأيه بالخطأ يعتقدون أنه هاي دعوة نتنياهو وكذا هي بسبب أنه شيء شاء نتنياهو يميز ضد الدروز كما يميز ضد بقى العرق لكن هو عرف أن الدروز أو جزء كبير منه قاموا بعمل منظم ومجند بشكل يعني بشكل متناغم وأشبر دولة إسرائيل أن تعيد التفكير الفكرة هي التي أقولك إياها أنه صحيح أنه ممكن كمجتمع نختلف في بعض القضايا لكن هذا لا يلغي أنه ضروري أن يكون جهد جدي من أجل أن نجند طاقاتنا كما في ذلك الإخوة الدروز على فكرة قدم مثلا في اجتماعنا لنبدو في الشمال في المكسور طب لو أنه لجنة المتابعة عملة جهد حقيقي القائمة المشتركة أن الدروز والبدو بين أسين طبعا لأنه جزء من شهدنا أن يكونوا جزء من اجتماعنا المتابعة هذه الأسبوع كان يمكن تفادينا مثل هذه الاجتماعات مطلوب منا في ظل هذه المحاولات الإسرائيلية لسلخ الدروز عن شهدنا أن نقوم بجهد حقيقي وعميق كيف؟ برفصر أسعد يعني أن نصل إلى حل وصل نعم برفصر أسعد غاني مع الناس المتسلم حتى نبني جبهتنا الداخلية وإذا بنينا هذا الرجوع على سؤالك الأول إذا بنينا جبهة سياسية واجتماعية داخلية قوية نوفر أن تصل على بنيم التناير وعلى قانون القومية وعلى الفاشية التي تظهر يوميا في مصابقات بين أعضاء وعضاء الشكوك برفصر أسعد غاني نحن في الأون الأخير ومن وقت إعلان للنص القانون القومية افتقدنا ولم نلاحظ أي تحريك جماهيري في الشارع ولا مظاهرة ولا احتجاجات فقط على في مواقع التواصل الاجتماعي أو في المقالات أو في الإعلام لكن ما هي الأدوات لتحريك الشارع الفلسطيني وأيضا ما هو الدور المؤسسات الحزبية والكترية في تحريك الجماهير أيضا بطريقة نضال شرعية وأيضا لبقة ما هي الأدوات العضاء سؤال كبير يعني هو يتعلق له علاقة في كل أدبيات الكتابة حول المجموعات القومية المستثمية وكيف تتم تحريكها أنا لا أريد أن أقلل من شأن القرارات المتابعة التي اتخذت وقرارات مهمة سوف تكون هناك مظاهرة في تل أبيب في أربع ثماني هناك حمل على عقد مؤتمر الاستثناء للجماهير العربية هناك حمل على تحريك الشارع بشكل معين لكن لماذا الرد متأخر أيضا في ثلاثين هذا الشهر الرد متأخر الرد متأخر لأنه أنا باعتقادي هناك شعور لغا القيادات السياسية بأن الشارع غير جاهد للتعامل معها ومع بطلعاتها وإنها قامت القيادة السياسية الحزبية وإن حزبية وإن أنا وإنتي وكلنا لعمليات تجنيد لشعبنا لكانت ردت الفعل المباشرة وكانت المظاهرة ثاني يوم في إصدار القانون بش بعد أسبوعين اللي طبعا يكون تأثيرها أقل لكن نحن نعرف تماما أنه في مجموعات أضعف مننا الأطليين الجنسيين هن مجموعات نحن أهل البلد الأطليين نعم شاهدنا هذه المقارنة ولكن الأمور لا تقارن لا 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 في مقارنة بمعنى أنه في أدوات تجديد الناس في مشروع واضح نحن ينقصنا المشروع الواضح وينقصنا أدوات تجديد الناس مهم التفاص يعني الالتفاص حول قرارات لجنة المتابعة مهم أكثر أن المتابعة والخيارات السياسية العربية تنتبه أنه عشان نكون جاهزين في المستقبل يجب أن يكون عمل منظم منذ الآن من أجل التحضير لأنه الدولة والقوانين واليمين الإسرائيلي ليس لا يهدين نبال بين حسين سوف يسعى جاهدا من أجل ضرب مجتمعنا لذلك يجب أن نكون جاهزين يجب أن يكون لدينا صندوق وطني يجب أن يكون هناك تنظيم مفهول إلى الشباب والصبايا بسم بين حسين طبعا يمكن جزء من جنود شعبنا بالمعنى الإيجابي من أجل أن يجندوا لأذي العمل سياسي اجتماعي صباحا كنت أفكر مثلا أنا هذا برأي هذا الإشي منطقي المرة الجاية لكن نحن نصوت لقائمة المشتركة إذا القائمة المشتركة ترصد 10% من الميزانيات التي تخذها من الكنيسة لعمل تنظيم مجتمعي يعني إحنا مش انتخبنا لأضاء الكنيسة بين أسين طبعا وعنده عندي انحاجيات بس نحن نريد من 10% من أجل أن نريد تنظيم شعبي جماهيري يجند في حالات الأزمات مع الأكثرية والدولة والدولة مهما كانت قوية مهما كانت قوية تخاف من المجموعة السياسية المنظمة وعندما كنا منظمين في سنوات السبعين كانت تخاف من دولة إسرائيل ويجب أن نعيد هذه الحالة التي تخاف بها لا أدعو أن نستثمر قوتنا العددية والإنسانية التي ذكرتها في المقدمة في التقرير إلى عمل سياسي يومي يسعى إلى وضع عجلتنا على الجوال المحلي والدولي ونحن بهذا الأمر برأيي نحن أنا بحكي على الأكاديميين المتقفين وبرأيي السياسيين مقصرون جدا في حق شعبنا ويجب أن نسع إلى ذلك نعم هناك أيضا دعوة يهودية وعربية للمشاركة في الدرس العربية اللغة العربية الأكبر في العالم وذلك اعتراض القانون ماذا عن اليسار في إسرائيل الذي يعتاد القانون هل ما زال يسار في إسرائيل ونحن نعلم أن اليساريين في إسرائيل هم القائمة السوداء هل ممكن رأي اليسار الإسرائيلي في دعوات كهذه أن تشكل ضغط لإلغاء القانون يعني بصراحة إذا إحنا نعتمد الفلسطينيين بـ 48 نعتمد على قوتنا في العمل السياسي ومنها العمل البرلماني لن نستطيع أن نغير العمل السياسي والبرلماني مهما كانت يعني مواقفنا قومية ووطنية لنغير أن نتعاون مع العزاء من المجتمع الإسرائيلي وعزاء مهمة من المجتمع الإسرائيلي مثلا صوتت ضد القانون يعني على فكرة 44 عضو كليس صوتوا ضد القانون هذا مش مخيئ يعني مش تهل يمكن جزء منه هو عمل القائمة المشتركة نعم التعاون مع قوة يهودية صهيونية على يسار الصهيونية وغير صهيونية وبالأساس للصهيونية هو واجبنا واجبنا أنه نرعى هذه الطاقات من أجل تنمية الشعور لديها بأنه التهديد لنا ولهم التهديد بالمسألة الفاشية هو ليس فقط للعرب هو لحلفاء العرب من اليهود لذلك نحن كما بقول بالسفينة مع بعض أو أنه منشتغل مع بعض ومنفكر كيف يمكن نصل إلى حل وسط وأنا بالحالة اللغة العربية وليس فقط بالحالة اللغة العربية أنا بشارك سديد من النقاش في المجتمع الإسرائيلي اليهودي عندي صعوب مرات كثيرة أنه أفسر لليهود شو معنى الدولة اليهودية طب إحنا ما نقوم بجهد نفسر لليصار اليهودية أنه الدولة اليهودية هي دولة ظالمة مش لأنه في قانون الآن لا لأنه منذ 1948 قامت بالتهجير الدولي وقامت ببناء المستوطنات لليهود وقامت بتوزيع الميزانيات والموارد الإنسانية على أساس عرقي وعلى أساس التفوق العرقي نحن مش المسأل أنه إحنا والله جاء عبارنا أننا نعضي الدولة اليهودية لا لأن الدولة اليهودية هي تهديد لنا وتهديد لهم لأنه إذا لم تكن هناك مساواة لن تستطيع هذه البلاد أن تهدأ إذا لم يكن هناك إنصاف وعدالي لا نستطيع أن نسكن لا نحن أهل البرد الأصليين ولا الديمقراطيين اليهود الواجب علينا برأيي أنا الشخصي بالإضافة إلى أنه نعقد اجتماع وطني مع كل القبرة وفي ذلك مثل ما قلت الدولة والفيدو لنجزء من شعبنا أن نقوم بعاقد لقاءات جدية مع المثقفين والديمقراطيين اليهود حتى لو جزء من مواقف لا تعجبنا يجب أن نصل إلى حلول وسط في قضايا أساسية على فكرة تقوم القائل المشتركي وأضاعها بهذا الأمر يوميا نحن لا نسمع عنه كثيرا لكن برأيي هذا غير كافي تعالوا ندعيه نعلم عن ناصري ونقولين يا عمي نحن شركاء بواحد اثنين ثلاثة باختلفين بواحد اثنين ثلاثة لنا أجندة مشتركة بواحد اثنين ثلاثة تعالوا نعمل على الشيء المشترك حتى نستطيع مستقبلا أن نهزم هذا الغول الفاشي الذي يتفش في الشارع الإسرائيلي والآن هو أصبح حتى لا يكترث يعني هذا بن يمين نتنياهو ألولو تعال بس غير إيه في الكلمة لا ما بدي يعني هو لا يكترث بنا لأنه يتفكر أنه يستطيع أن يخضعنا بكل بطش برأيي نحن بحاجة أن نكون موحدين ومنظمين وشارع اليهودي الإسرائيلي اليساري الديمقراطي الليبرالي لا نستطيع أن نتنازل عنه حتى لو بعض أنه يتفكر أنه عندهم مستر الوطني بغضر رئيسي فلان وطنة ولا مش وطني لا نحن بحاجة مثل ما اليسار بحاجة إلنا نحن بحاجة اليسار الإسرائيلي ولا نستطيع أن نترمي الساحة لكي يتعوى لليمينة بفرسر أسعد غانب شكرا لك كنت معي مداخلة في برنامج متر الصحافة إذا مشاهدينا هناك أصوات لتغيير كل منظومة التعامل مع القوانين والحركات الجماهرية والمؤسساتية